وزير الداخلية يتخذ الإجراءات القانونية ضد معمّم طائفي حيا الله عبدالأمير الشمّري ايه والله لأن تدري ليش والله العظيم اسمع يا وزير الداخلية وخذ منه خوك لو ما قايل هيشو ما متحرك قانونيا ضد هذا المعمّم الطائفي لأن قالوا هذا وزير الداخلية يخاف والله بس تحركك هذا يخلينا يصير عندنا أمل أنه هاي الأشكال اللي لابسين عمامة وكل عمامة من اللي يبسون بيها ميت شيطان لك عمّة يا طائفية يا دنيا لك عمّة إحنا لا عندنا مدارس لا عندنا صحة لا عندنا مؤسسات مثل العالم والناس لك عمّة يا طائفية هسه هذا بس قلولي بالله عليكم هسه لازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشتم ويفشر علي ولازم أبو بكر وعائشة ويفشر ويشتم شو تريد لك شو تريد هسه من رح يسحلوك من يفيدك ولا تقل لي أنا المذب لك يا مذب انت شذاب انتو ناس دتبقون باسم الله وباسم الدين وباسم أهل البيت وباسم الصحابة فشكرا لجهود وزير الداخلية تمام اللي اتحركوا اليوم لإلقاء القبض على هذا المعمم الطائفي اللي ما قبلوا عليه أغلب رجال الدين الشيعة ما قبلوا عليه والسنة وكل الأديان ما يقبلون يا ناس ناس راحوا عاشوا بزمانهم وراحوا بيكم خير بيكم خير يشتغلوا مو مرجع ديني ذاك اليوم أنا طلعته يقول انه كل شي مصنوع بالصين كل شي مو بالعراق ما مصنوع نظارتي ما مصنوعة بالعراق كل شي ما مصنوع بالعراق حتى الكنينيس ما مصنوع بالعراق وهذا جايني اكو مثل عراقي يقول ورا ما خلصت الزفة جدت الرعنة تهلهل فهذا الرعنة ما احترامي للسيد وزير الداخلية والمشاهدين هذا هو الرعنة